السلام عليكم سياكي شباب ان شاء الله اليوم هنكمل شرح trust holding ونعرف فقا حل المشكلة اللي احنا حدناها في الفيديو اللي فات بتاعت global trust holding و بتاعت الاستو و الترق التاني اللي احنا شرحهم ان شاء الله تمام فى خليكوا معاى تمام فكه التذكرة احنا في الفيديو اللي فات احنا قلنا ان trust hold uh when we had used true trust وبالتالي دي بيبقى غلط عشان بيبقى فيه صور مسلا من مختلفة في درجة اللون او في درجة الظل اللي موجودة في الصورة وبالتالي هي بقى ممكن نفقد يعني مع المال كترة من الصورة او اجزاء كترة من الصورة ودي غلط طبعا تمام؟ والتاني حاجة برضك عارفنا برضك ان احنا ممكن نستخدم كومتة تي ديت ممكن ان احنا من التخلش خالص ممكن نخلي مسل تاني برضك تديننا كومتة تي ديت او تحسبهننا بالنيابة عننا شبه القستو برضك نفس الكلام المسل برضك مش مش ممكن تعتمد عليها بطرق كلها برضك بيحصل فيها خطأ برضك طيب الحل في ايه؟ الحل في ان فيه مسل او طريقة اسمها مين؟ adaptive thresholding adaptive دي معناه ايه؟ معناه متأقلم او بتغير بتغير البيئة اللي حواليه طيب الفكرة في ايه؟ الفكرة ان هو هنيجي مسلا هنيجي على الامج بتاعتنا ونحدد مسلا جزء معين منها مثلا احنا بنحدد بقى الجزء المحاند ديها بعدها عن دايه، مثلا عن 5 في 5 او 6 في 6 او 12 في 12 او اي حاجة تمام؟ بس لازم يكون عدد فردي لازم يكون عدد فردي تمام؟ يبقى 5 في 5-7 في 7-9 في 9 هالكلام دي كل تمام؟ وبعد كده هنيجي على الجزء دي مسلا وهنقوم اخدين كومتة تي بتاعته ليه هو محدد الجزء المحدد دي بالضبط تمام فمثلا لو خمسة في خمسة ماشي هناخد الكومة ديت وتقوم بحسب كومتة بتاعتها باستخدام طريقة تد اتنين اما باستخدام المين او باستخدام جاوس جاوس يعني ماشي اللي هو الويت المين تمام ان احنا شرحنا قبل كده تمام وبعد كده الحساب بعد ما تحسب الحاجات ديت هيبقى ديت كومتة تدع عندك وتطبق عادي خالص بس كومتة تدع انت طلعت بها ديت ديت هتطبقها في المنطقة اللي انت حددتها بس تمام فكومتة تدية هتطبق في المنطقة اللي انت حسبت منها تي بس مش هتطبق على بيئة الصورة فدي الفكرة بقى ان كل منطقة كأن الصورة تقسمت لحتة معينة او حتة صغيرة اصغر فاصغر فاصغر وكل حتة او كل جزء في الصورة له كومتة تي الخاصة بيه وبالتالي لما تجي تخلص خالص وتجي بص على الصورة هتلاقي كأن الصورة حاجة تانية خالص اختلفت خالص تمام فتعالا نشغل البرنامج ونشوف اللي احنا بنتكلم عنه ده وبعدكان ان شاء الله نماشي في الكود ونشوف الدينية فدي البلوك سايز دي اللي احنا قلناه دي اللي هو بيحدد من الجزء اللي احنا هنبدأ نحدده من الصورة او الجزء اللي هيخده من الصورة ويبدأ يشتغل عليه تمام تمام فكأننا بنقسم الصورة لاجزاء وكل جزء فيها عبارة عن 12 في 12 تمام بس طبعا احنا احنا قلنا ان الرقم دي لازم يكون رقم فاردي تمام فهو عبارة عن 13 في 13 وهنفهم من زي بقى احنا ممكن نتجنب المشكلات دي في الكود ان شاء الله ونالك تحت والس دي عبارة عن رقم بالطرح من الكومة التي احنا بنحسابها بحيث ان هو يحاول نخليها يعني يحاول يخلي الكومة اللي احنا نستخدمها في الحسابات يعني ايه اقرب ما يكون للقيمة الصحيحة تمام يعني دي حاجة كده شبه كيمة الخطأ ماشي كأنك بتقس حاجة وبتقول الحاجة دي مثلا اطرح منها كده يعني ايه ككيمة خطأ فهو دي الس دي عبارة عن كومة الخطأ ماشي و المين المين دي المين زيرو دي معناه ايه معناه ان انا كده طالما المين بيساوي زيرو بمعناه كده ان انا بستخدم بحسي بالتي باستخدام قيمة جاوس جاوس له او الوات المين تمام طب لو انا خليتها واحد كده معناه ان انا بستخدم مين باستخدم المين العادي اللي هو مجموع قيمة العدده تمام طيب الانفيرس طبعا بتغير القيمة والبلير ان انا ممكن انا استخدم ايه ان انا خلي الصورة بلير وعمل لها بلير او لا بس كده طبعا لو انت جيب بسطة على الصورة الاصلية عن الصورة الاصلية هنا هيت فهتلاقي فيها نويز كتيرة والكلام ده كله واضح لما احنا جينا عملنا شاف ده كله نويز ده كله نويز فالفكرة انه مش شرطة اي حاجة او مش لازم ناستخدم جاوسية من بليرنج لما اجي اعمل بليرنج للمسود انا ممكن استخدم من بايلترال بليرنج احنا كل الكلام ده شرحناه في الفيديوهات اللي قبل كده فارجع لو مش فاهم اي حاجة ارجع الفيديوهات واشوفه تمام فالفكرة ان انا ممكن اجي على البيلترال بليرنج هيت واغير ده كله وبدل ما استخدم جاوس بليرنج هيت فين استخدم بايلترال بليرنج تمام فبايلترال فلتر ده الفكرة فيه ان هو يشلي النويز ان شاء الله وخلي الصورة شكلها حلو كده بحس انها لما اعمل ان شاء الله بعد كده تريشولدنج هيخلي الصورة واضحة اكتر بكتير تمام فتعليك انا نجرب البرنامج بعد ما نعمل ده الفكرة هنا هيت خلا نزود ده كده نزود ده تمام دي من قبل ما اعمل دي من غير ما استخدم البليرنج تمام فلو انا جاء استخدمت البليرنج وقلت القيام شايف الكومة بقت واضحة خالص يعني بقت الارقام بقت واضحة خالص تعالى حتى نعملها انفيرس بقت خلاص يعني واضحة خالص جدا هي شايف يعني مفيش يعني مفيش احسن من كده خالص تمام فالرقم بقى واضح خالص يعني من الرقم ده الكومة دي الكومة دي يعني فرق شاسع طبعا تمام ويعني ايه والفكرة كمان ان السيف بقى يعني ممكن ان اعمل سيف هنا عمل بس السيف هيطلع طبعا وهيسيف الكومة اللي عندك فلو انا جاءت روحت هنا ولتوله مدفايل دي الشكل بقى شايف الشكل الصورة عمل زي بعد ما فلصت تمام وده الصورة الاصلية يعني فرق رهيب خالص تمام طب دلوقتي بقى تعالى نجرب من تعالى نجرب نفس البرنامج بقى نفس البرنامج بس على الصورة الادامة اللي شرحناه في الفيديو اللي فعلت تمام فلما نجي نعملها هنا طبعا انا لما بجيس انا استخدم هنا من البيوليترال فلتر ماشي ماشي تجاوز ماشي فالفكرة هنا هوت هوت فتعالا بقى ناخد نستخدم ما عملش حاجة برضك طب نستخدم المين ما عملش حاجة ماشي نفس الكلام ولا اي حاجة حصلت يعني حتى اسوأ من المرة اللي فاتت تمام فمش مش كواس خالص طيب فالفكرة بقى ايه الفكرة الغلطة هنا الغلطة في البليرنج مش عمل اي شغل خالص تمام فالفكرة ان انت لازم تكون فاهم انت امت تستخدم البليرنج الصح كان فيه المرة اللي فاتت كان فيه نويز واحنا عارفين اللي ممكن يشغل نويز ويخلي لك الكيرفات او يخلي لك الاشكال اللي عندك والإجز اللي عندك هو البليرنج فلتر تمام انما احنا في الصورة اللي عندنا اللي هي الصورة الكتاب ديت الفكرة فيها ان احنا مفيش نويز اساسا الفكرة الصورة بمختلفة بس بتدريجات الالوان ماشي فمفيش نويز ان انا عايز مش عايز اشيل نويز او مش عايز ان انا اخلي الكيرفات او الحاجات دي تفضل موجودة لا عاد فالفكرة ان انا ممكن يستخدم بقى حاجة افضل اللي هو مين جاوسيان بليرنج فالفكرة ان انت تشوفي السرعة بتاعتك عايز ايه ويكون عارف انهر مستردين انت هتطبق فتعال كده نجرب تاني لاحظ ان انت اللي عارفوني ايوه كده ايوه فهين البرنامج مسلا تعال كده نزود دي شوية تمام ونزود دي كمان شوية تعال احنا طبعا ما استخدمناش احنا كل دي نستخدم الجاوس عشان نستخدم تي تمام فتعال نستخدم المين شوف لما استخدمت المين فارق شاسع احو كده بسخدم الجاوس عشان احسب التي بسخدم المين فارق رهي تمام طبعا النقطة للحاجات دي كله ممكن انا اشيلها باستخدام الس ديت لما زود الس النقطة دي بتتروح اكتر عشان بقل لكم تلقر بتاعي تمام تعال نستخدم بليرنج بليرنج ما بيعمش اي تأثير تمام يبقى كده ايه يبقى كده كأننا بنقول ان البريرنج ما بيعمش اي تأثير تمام كل ما زود هنا كل ما ديت لزي تبقى واضحة اكتر تمام فتعال هنا نقلل شوية يعني الصورة معقولة جدا 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 يعني يعني حلوة كويس جدا الوقت من قرأ اروع من اي حاج تمام فاللي احنا فيمنا ان هو بتشوف الصورة عندك يوم محتاجة مش محتاجة بليرنج وانت شوف مثلا انا النوع بليرنج انت ممكن تستخدمه في كلام ده كل فاحنا هنا لما جانا جربنا نستخدم بليرنج لا رهيه بيضمر الصورة اساس تمام الانفيرس طبعا مش هيعمل اي حاجة المين طبعا كان فرق معانا خالص يعني الجاوسيان الجاوسيان تمام اللي هو الويتد مين فالمين العادي كان كان احسن بكتر من الويتد مين تمام وطبعا السي والبلوك سايز والكلام ده كل تمام فدي الفكرة ويعني شوف انت الصورة اللي عندك يعني ايه الفايدة فيها واللي بتعمله وممكن انت بعدك تستخدمه ان شاء الله تعاني سايف الصورة كده دي الفكرة يعني دي الفكرة لما جانا استخدمنا بقى ده يعني رضح كل حاجة خالص ودي الفلتر ودي الخالص تحس ان الصورة متاخدة يعني ايه ودرجة اقضاء واحدة بس يعني نفس درجة الاقضاء نفس كل حاجة الصورة طبعا لفوق تمام فنفس درجة اقضاء كل حاجة وواضحة خالص على عكس طبعا الصورة اللي تحت تمام فدي الفكرة بتاعت ادابتف تريشولدنج تمام فهو يعني ايه مهمة جدا ويعني طريقة قوية جدا جدا يعني هتفيدها كتير جدا تمام ومحتاج بس تجربة شوية يعني محتاج ان انت تتفهم الدات اللي عندك عايزة انهي نوع تريشولدنج محتاجة انهي نوع بليرنج والكلام ده كله تبدأ تطبق بقى معه تمام طيب بعد كده طبعا ايه ازاي بقى نستخدمه بكلام ده كله احنا قلنا طبعا بتقوله سيفي تو دوت ادابتف تريشولدنج وتدله مين تدول الامج اللي عندك تمام سواء كانت امج العادية او الامج بليرنج طبعا اي نوع تريشولدنج احنا بنستخدم فيه ايه جري سكل بس عشان اسدها انا بقرن بقيمة بيكسل تمام بقرن قيمة بيكسل بقيمة التيل اللي عندي فما ينفعش ان انا يكون عندي ثلاثة قيم للبيكسل اللي هو الار والجي والبي تمام وبعد كده اوما انا جاي بنقارنها بقيمة واحدة فلا هو الفكر ان هو بيجا على بنحاول اول حاجة بحيس يبقى عندي طبقة واحدة واحدة للبيكسل ماشي قيمة واحدة بس للبيكسل وبعدك ده بقرن القيمة دي بقيمة تيل بس كده وبعدكventional بيبدأ بقى عملية ان شاء الله المتاع اه انت بتعمله طبعا للجري سكل او الامج اللي هي اساسا جري سكل تمام و بعد كده متىين خمسة وخمسين دي طبعا قيمة اللي هي تبقى من دو القيمة اللي انت هتحطها اللي هي الماكسمن باليو اللي انت هتحطها لو كانت اعلى من . طيب احسب ازاي؟ باستخدام او ممكن هنا استخدم AMwater母' التي يمكنりました. طبعا احنا قلنا مين اللي هو مجموعة قيمة عن عددهم. والجاوسين التي باستخدم weighedDM飯 اللي هو بيدرب القيم في معاملات محاطينة الوى يحسبها مع نفسه طيب وطبعا THATC دي تعباره عن مين. THATC تعباره عن قيمة خطأ او قيمةpelled about بعد محسبها. تمام? يعني بحاول ان انا وصلها اقرب كيمة يعني ايه كيمة اوبتمال او كيمة مثالية قريبة اكتر يعني. كأنها يعني السي دي عبارة عن كيمة الخطأ. تمام? طيب والبلوك سايز دي عبارة عن مين? البلوك سايز دي عبارة عن البلوك او الجزء من الصورة اللي هتتجزأ له. يعني مسلا ايه? دي المربع اللي انا هستخدوه من الصورة. فمسلا احنا قلنا الصورة بتتجزأ للاجزاء. وكل جزء بيتحسب له كيمة التي بتاعته. وفي كل جزء التي دي بتتطبق وبعمل تري شولدن يعني الجزء دي بازات. بس الجزء دي الواحدة وبيبقى مختلف خالص عن الجزء اللي جانب. تمام? في دي البلوك سايز انت عايز الجزء دي او عايز المربع دي يبقى كم في كم. ماشي وقلنا طبعا لازم يكون الرقم دي فردي رقم فردي اكبر من الواحد. لازم يكون البلوك سايز رقم فردي اكبر من الواحد. تمام? غير كده هيدك ارور. تمام? بس. وطبعا بقى تري شولدن بانيري انفرس نفس الكلام اللي هو مسلا ايه لو كاتو كمت تي اكل من الواقاتو كمت البيكسل اقل من التي بتحطه بانتين خمسة وخمسين. ولو كاتو كمت البيكسل اكبر من اه تي بتحطه بصفر. عشان طبعا احنا بنستخدم بانيري انفرس. تمام? لو بانيري عادة هيبقى نفس الكلام لو اكبر من التي بنتين خمس وخمسين لو اقلم التيستخدم بقیة بصفر. تمام? نفس الكلام بقى طبعا ده كنلو defensivive نفس الكلام بتاع المثل اللي فات وبالزبط مافيش اي تغير. كلنا باستخدمه بس اللي هوly use blur. دي įت لو انا هستخدمة ال ministro ili is playing. والمين لو انا هستخدمه المين وله تجاوس مشي عشان احسب عشان احسب معermanعشان احسب التي فانه هستخدم ال construction signal اقول له الكمل هنا مين 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 تمام كل دي مين عكس كده بستخدم الجاوس يعني بقى اللي هو الويتيد مين تمام وبعد كده عندك الانفيرس استخدم انفيرس ولا لأ وبعد كده بلوك سايز دي انت اللي بتغيره برضك استخدم كان بلوك سايز اه قد ايه بلوك سايز وبعد كده السي طبع تمام بس كده نفس الكلام كل حاجة بتتكرر هو عبار عن وخلاص مفوش اي حاجة تمام وبعد كده بنعمل شوية اول دي اللي هو مين عبارة عن البلوك سايز طب البلوك سايز دي هنخلي من كامل كامل من حداشر لخمسين تمام طبعا انا ممكن اقليله عن كده بس انا في جزء هنا مهم جدا اللي هو مين سيد تراك بار مين ان انا بحدد اقل كمه ممكن يوصل لها تراك بار انا خليت اقل كمه يوصل لها التلاتة اللي هو اول رقم فردي اكبر من الواحد تمام التلاتة عشان لو بقى قل من التلاتة يعني وصل اتنين او واحد او صفر كل التلاتة هيديك خطأ وهيطلع من البرنامج واحصلك ارورز كتير تمام طيب بعد كده فبعد كده بنعمل بردك تراك بار عشان السي وعشان المين وعشان الانفيرس وعشان بلاير وعشان السيف تمام ده كله شرحنا قبل كده ويعني مفهوم خالص تمام طيب بعد كده ايه بعد كده طبعا بناخدوا الكامل بتاعتهم وبعد كده بننادي على المسود اللي هي جيت تراك اا بندي على المسود البرنامج وادي داكتف تريشولدينج واند نعين بتاعتهم طبعا في حاجة تانية برضك اللي انا كنت عايز يقول لها ان هو صفر إلى عشان وعرفين انه لما باجي في تراك بار وباجي زود بيزود بانتجار يعني بكوام صحيحها يعني مسلا انا كده عند العشرة بعد كده بيزود 11 12 13 14 وعش كزه ففيه لازم هيجي في مرة هقف على قيمها عدد زوجة. قيمة عدد زوجة. وحنا قلنا لا زينا تكون قيمة العدد فردي. فالفكرة انا احلت المشكلة دي ازاي? قبل ما nadeる ميسود. قبل ما nade el-meそ-d واتستخدم. فانا باجي هنا باشوف الـ Size. لوado بيقب الاسم على ال اثنين. يعني خارج باقي اسمه على ال اثنين بتسوي صفر يعني كده بيقب الاسم على ال اثنين. تمام. فانا بخلاء ازود على قيمة Glix view واحد. بحيث ان انا دي حوله رقم فرد فانا اول حاجة بشوف البروكسيز لو رقم زوجي بتزود علي واحد وحول الفرد انما لو رقم فردي لا ما بعملش حاجة تمام فعشان كده دي مهم جدا عشان ما يعمل لكش اروره في البرنامج ويطلع منه تمام وبعد كده بقى بنادي على الميسود وبستخدمها وبعد كده بقى طبعا عشان اقدر اساف الميسود عن الامج اللي عندي تمام وبس وبعد كده لوكيه وبعد كده خلاص بعرض الامج اللي بس كده فهو ما فيش اي حاجة جديدة الفكرة كلها بس ايه في الميسود الجديد اللي هو ادابت في ريشولدن فهي ميسود قوية جدا جدا وانا عايزك بقى تبعد تلع في الكود دي وتشوف الايحصل لو انا جبت صورة جديدة والي هيحصل لو انا عملت كده والكلام ده كله تمام فهو الفكرة في الصورة الاولنية خلاص اللي هي صورة الرقم لما احنا جينا عرضناها كنا عارفين ان في نويز فما ينفعتش الجاوسيان بليرنج تمام فشلناه وقلنا هنجرب حاجة تانية اللي هي بايلترال بليرنج ونفعت عشان احنا كان عارفين ان فيه نويز وكمان كنا عارفين ان احنا عايزين نسيب اللي عندنا عشان تفضل ونقدر نحنا ايه نوضح الصورة اكتر تمام طيب تاني حاجة في الصورة التانية ما كانش فيه نويز في الصورة اساسا الصورة اللي هي بتاعت الكتاب ما كانش فيه نويز في الصورة فبالتالي ما كنتش محتاجة نستخدم بليرنج خالص تمام فحتى لما جينا شلنا البليترال وحطنا الجاوسيان بليرنج بردك ما عملتش اي تأثير بلا بزادت اكتر يعني بوزت الصورة اكتر تمام فبالتالي طالما ما كانش في نويز فعنا ما كنتش محتاج بليرنج فعشان كده ما استخدمناهوش تمام وبعدك افضلنا ان نعدل فكية من حد ما وصلنا القيمة الاوبتيمال بالصورة الاصلية من غير من استخدم بليرنج كل اللي استخدمناها بس جريسكيل تمام فالفكرة كلها في الفيديو ان انت تعرف امتى تستخدم بليرنج امتى تستخدم جريسكيل امتى تستخدم القيمة كلها امتى تستخدم تمام فتعرف امتى تستخدم مسلا ادابتف تريشولدنج امتى تستخدم جلوبال تريشولدنج والكلام ده كل طبعا دي بيعني ايه بيلمم معلومات قلناها قبل كده والكلام ده كله فكل دي يعني ايه كل الحاجات اللي احنا تعلمناها قبل كده بتخش في بعضها هوت يعني تلك بار والبليرنج والجريسكيل والامج والارجيبي والكلام ده كل كل دي اللي شرحناه بيخش مع بعضه دلوقت وكل المعلومات بتخش مع بعضها دلوقتي. فيعني الموضوع المحتاج ان انت تتدور مع نفسك شوية وتتجرب الكود مع نفسك وان شاء الله الدين هيتبقى سهلة ان شاء الله. تمام فبس في نهاية الفيديو يا رب يكون اعجبكم واريت الوص ما اشاركتش معنا في القناة تنزل تحت وتعمل اشارك وتفعل الجرس ولو اعجبك الفيديو واريت تعمل لك وان شارك مع صحابك. فاشوفكم في الفيديو الجاية ان شاء الله. يا الله سلام عليكم. شكرا لكم.